اهلا بكم مشاهد الكرام إلى مجهز اخباري قالت وزارة الخريجية الموريتانية ان ذكرى تأسيس الاتحاد الافريقي تحل هذه السنة في ظرف دقيق على المستوى القاري والدول يمثله انتشار فيروس كورونا الذي جعل ما سواه من اولويات في حكم المؤجد وقالت الوزارة في بيان بمناسبة ذكرى ان البؤر التقليدي للتوتر والصراع المسلح والمجاعة والتطرف العنيف والجريمة المنظمة ظلت جميعا عوائق دون تحقيق الحلم التنموي المنشود في القارة وعبرت الخارجية الموريتانية عن تمسكها الذي لا يتزعزع بمبادئ الاستقلال والحرية والسلم والعدل التي تأسس عليها الاتحاد الافريقي وعن تثمينها لما حققته المنظومة القارية عبر مسارها الطويل وآخره اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر التي اعتمدت في قمة نيامي الأخيرة دعا عمدة بلدية تجنين محمد لمين سيد المختار مواطن البلدية إلى أخذ جميع الاحتياطات بعد تصاعد وتيرة انتشار فيروس كورنا في البلدية خلال الأيام الأخيرة وأبرز العمدة من بين الاحتياطات لزوم البيوت والالتزام بالاجراءات الوقائية في حال مغادرتها للضرورة القصوى بدءا بارتداء الكمامة أو ما يعادلها وأخذ مسافة الأمان من المرة مؤكدا أن الحالات المسجلة في البلدية متفرقة وتعد بلدية تجنين ثاني بلديات موريتانيا بعد بلدية تفرق زينة من حيث انتشار الوباء منذ ظهوره والأولى من حيث الحالات النشطة بعد تعافي مصابين جدد في تفرق زينة ارتفع عدد حالات شفاء بفيروس كورونا في موريتانيا إلى 15 حالة بعد تسجيل تسع حالات شفاء جديدة فيما وصل عدد الإصابات 237 حالة مؤكدة بعد تسجيل عشر حالات جديدة وجدد مدير الصحة العمومية الدكتور سيدي ويل الزحاف في مؤتمره الصحفي الأحد الدعوة إلى التقييد بالإجراءات الاحترازية لكسر سلسلة انتشار الفيروس نهاية المجز يمكنكم متابعة هذه المواجز عبر صفحتنا على الفيسبوك الواهرة على الشاشة في أمان الله